تعدلنا مع غانا عشان حين تخللاش المماطش بشكل جيد شوط القائل كان شوط سيء استكمالاً لأخطاء وده اللي هنتكلم عليه بعد شوية أخطاء مباراة الجابون مباراة هموزنبيق عفوا نفس المشاكل نفس الأخطاء اللي احنا بنغلط فيها نفس المشكلة اللي موجودة في عمق الملعب اللي هن هنشرحها بعد شوية الدخول عدم توفيق محمد النين إسرار فيتوريا عليه فتح الملعب تماماً علينا من العمق رغم أن غانا ما سددتش علينا كتير ما اشتغلتش علينا كتير في شوط الأول الشوط كان بينتهي بأداء مخايب من الفريقين وده كان أظنه العنوان اللي كان يتصدر كل شيء ما بين الشوطين لكن في النهاية خطأ متكرر اتعملت ثلاث مرات في الشوط الأول فده كان السبب الرئيسي المشكلة الثانية الروح سمعك قبل ما اتخل أطول بتتكلم عن الروح لا اه الروح عامل مهم في كرة القدم في بعض اللاعبين في المباراة ناردة تبين أداءه ما بين الشوط الأول والشوط التاني بسبب الروح اكلمك على مصطفى محمد ولقطة مهمة جدا جدا نتكلم عليها في نهاية الفقرة على الكرة ممكن الناس مخدتش بالها منها قبل الجون على طول فالروح عامل مهم جدا اللحمة احساس اللاعبين بالخطر خروج محمد صلاح زود الاحساس ده عند اللاعبين زود المسئولية عند بعض اللاعبين تغيير أول لمصطفى فتحي مش اقول له انه كان جيد ولا اقول له انه كان سيء لكن بالنسبة لي الناس بعض الاراء كانت راحة شوية لزيزو ممكن اتناش سنوينت اوف اير اكتشاف انه مصطفى كان انسب وده شوية الناس هتستغرب ليه مصطفى انسب انه مصطفى لعيب انسايد وينجر لعيب بيلعب جوه الملعب انا عندي عمر كمال عبدالواحد لعيب بيطلع على الخط عشان يعمل لعيب هجومي لحد بعيد ما بيخشش جوه الملعب فحطه على الخط فليه حط اتنين لعيبة قدام بعض فكان مصطفى نازل عشان يعمل ده في المقابل في بعض الاراء كانت بتقول زيزو يكون موجود الحد البدنية عند زيزو اكتر لعب زيزو بقى في المكان اللي هو بيلعب فيه لعب زيزو في المكان الجناح اللي بيتقلق فيه لكن النهاردة ما كانت شو مبارات زيزو ده وجهة نظري كنت اعرف انه كان ممكن يبقى ليه دور لكن نزول مصطفى فتحي حكم المكان ليه دور النهاردة في التعدل بير اتشو وسعيسا سعيسا حكم الفار دبحونا النهاردة دبحونا انا بتشوف انا عمال بتكلم كان عندنا اخطاء و بنكرر اخطاء انا وعندنا مشاكل ولا ايبا كان شط الاول ما كان شروح كفاية والشط الاول كان مخايب للامال كل الكلام ده علشان الناس بتيجي دايما تقولك اه علا اقولنا بقى شماعة التحكيم لا الحكم دبحنا الحكم بالفار بالمساعدين دبحونا النهاردة